أَنُ حَيَاتِي نُومَ لَأَ الْقَلْبَ فَفَعْضَ بِحُبِّ كِتَابِ اللَّهِ أَشْرَقَ دَرْبِي الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك نحن بك يا ربنا ويا مولانا وإليك نتبارك وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي على النبي محمد وعلى أزواجه وأمات المؤمنين وعلى ذريتي وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأحبابي في الله هبدأ بقصة بسيطة وبعد كده أدخل في الموضوع الخطير جدا اللي فجئنا بيه كلنا من ساعات قليلة والكل حتى الآن بيفكر فيه يا طرق مصر الشهر الجاي هيبقى أحوالها شكلها إيه القصة من زمان من أكتر من ألف سنة من أكتر كمان لما كان أيام الحجاج بن يوسف الثقافي وكان حاكم في شدة الظلم والبغي وكان في عالم اسمه إبراهيم النخعي من كبار علماء السلف وكان من المعارضة الشديدة ضد الحجاج بن يوسف الثقافي الحجاج أصدر أمر باعتقاله وسجنه وتعذيبه وزمان ما كانش فيه يعني زي الفترة اللي فاتت كده صور بحيث أن نزلين يقبضوا على إبراهيم النخعي بعارفين صورته فلما نزلوا عشان يقبضوا عليه فقابلوا علم من العلماء الكبار جدا اسمه إبراهيم التائمي علم تاني من العلماء الكبار فلما وجدهم جيين فقال ما نتطلبون فقالوا نطلب إبراهيم عايزين إبراهيم النخعي فقال أنا إبراهيم عايزين إبراهيم النخي وإبراهيم التيمي خدوا بالكو يا أخوانا يعني ده مش مثلا دولة جاي يعتقل واحد من الملتزمين فواحد قال لهم دمى خدوني أنا مكانه اعتقلوني أنا مكانه ده أيام الحجاج بن يوسف الثقافي يعني مقتول يعني حاجة يعني مهلكة فقال أنا إبراهيم خدوه سجنوه اعتقلوه عذبوه لدرجة أنه أمه لما فاتت عليه اليوم اللي بعده ما عرفتوش ما عرفتش ملحه من التعذيب اللي هو تعرض لي من شدة التعذيب ولم يرضى أن يقول لهم أنه إبراهيم التيمي لحد ما في آخر اليوم من شدة التعذيب قتل إبراهيم التيمي مات من شدة التعذيب مات تحت وطأة الصياط ومات ولم ينطق أنه ليس إبراهيم النخي أنا عايزة أقول يشايفين الأخوة يا أخوانا إنما المؤمنون إخوة الدرس بتاع الليلة إنما السلفيون والإخوان أخوة القضية أخطر ما تكون يا جماعة يا أخوانا يعني إحنا مريد بعض يا أخوانا لازم نوقف وقف مع نفسنا من عدة ساعات يعني أنا جاي أساسا عشان أدي حملة سوريا تستغيث عشان أتكلم عن إخوانا برضو الأخوة في الله نفس القضية إخوانا اللي النهاردة مقتول منهم خمسة وخمسين وإنبارح وأول إنبارح الدم بتاعهم بقى الدم بتاعهم كأنه مية وإحنا لا نحرك ساكنا جاي أتكلم عن هذه القضية الخطيرة وأنا في الطريق عرفت إن إخواننا من الإخوان المسلمين قاموا بالإعلان عن ترشيح مرشح يعني قد يكون أستاذ خيرات الشاطر قد يكون غيره ولكن يعني قاموا بترشيح مرشح لحد مبارح بعد المسيرة الحاشدة الرهيبة بتاعت الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل والحد ما قبلها من يعني معظم الطهر السلفي ومبيعته لحازم صلاح أبو اسماعيل وكانت المفاجأة الآن إن الإخوان هينزله مرشح رئاسي قصاد حازم صلاح أبو اسماعيل القضية يا طارى مصر الفترة جاءة تبقى شكلها إيه يا أخواننا لازم يكون فيه ثقافة خلاف يا أخواننا لازم يكون فيه آلية خلاف يا أخواننا كفاية تعصب كفاية اللي خسرناه من دم قلب الإسلام من دم قلب أمة الإسلام بسبب التعصب سبب القانون الوضعي أول ما تحط كان سبب التعصب لما حاكم عثماني جمع أئمة المذاهب الأربعة وقال لهم أنا عايز أعمل قانون زي قانون أوروبا من الشريعة الإسلامية حطولي قانون كل ما يجوا يكتبوا أو يتفقوا على حكم من الأحكام يختلف أئمة المذاهب الأربعة لحد ما الحاكم طردهم وقال لهم هتولي قانون أوروبا أطبقه هنا هو وكان أول مرة يطبق فيها القانون الوضعي وكان بسبب تعصب العلماء أنا مش عايز أقول لك بسبب بسبب تعصب أكبر مصبتين طيعوا تاريخ الإسلام أكبر مصبتين عطلوا مسيرة الإسلام في الأرض الحكام الظلمة الفجرة الذين لا أهم لهم إلا عرشهم وقروشهم وفروجهم والعيذ بالله والعلماء المتعصبين طبعا اختارخنا مليان بالعلماء المتسامحين ولكن العالم اللي صخر علمه للتعصب والمتدين اللي صخر تضيينه للتعصب التعصب الديني يا معطل هذه الأمة يا أخواننا عايزين نفهم يا أخواننا احنا خدنا الأندلس 700 سنة عملنا بيها إيه؟ 700 سنة عملنا الموشحات الأندلسية وعملنا وبنينا قصر الحمراء وعملنا هم خدوا الأندلس بعدنا عملوا بيها إيه؟ فتحوا بيها أمريكا طلعوا على أمريكا فتحوها اتشفوها وأمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية حتى اليوم كل دولها بتتكلم أسباني لأن الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال راحوا على أمريكا الشاملية والجنوبية نصروا قرطين كاملين وانطلقوا من البحر بتاع الأندلس لوسط إفريقيا نصروا وسط إفريقيا كله وانطلقوا من الأندلس على شرق آسيا نصروا شرق آسيا والحد الوقت مقسات الفلبين ومقسات بعض الجزر في اندونيسيا بسبب أنهم خدوا سابقوا اكتشفوا رأس الرجاء الصالح لما خدوا حتة أرض بقى لها 700 سنة معنا يا أخوانا احنا ليه ليه ما بنقفش مع نفسنا ليه ما بنعقلش ده ربنا سبحانه وتعالى اعتبر قضية الأخوة وقضية ان احنا نعرف قيمة بعض في القرآن قضية عقلية مش قضية إيمانية تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم مش لا يؤمنون لا يعقلون اللي مش يا أيها السلفيون استوصوا بالإخوان خيرا ويا أيها الإخوان استوصوا بالسلفيين خيرا الخلاف عمره ما هينتهي خلاص دول أمر واقع ودول أمر واقع أخوانا داخل بيقول لي بس ترشيح واحد زي خيرا تشاطر شق للصف قلت له الصف كانت واحد أصلا هو أنت بتتكلم في صف متواحد وطلع حد يشوقه ما هو مشقوق يا إخوانا احنا هنعمل ايه يا جماعة يجب أن نتعمل مع الواقع فيه آلية للخلاف فيه ثقافة الخلاف ثقافة ان احنا نقبل بعض ثقافة ان احنا نؤمن خلاص ان دول أمر واقع ودول أمر واقع ثقافة ان احنا نبدأ انا مش بتكلم الوقت ان احنا نمد إيدنا البعض ونبقى حاجة واحدة انا بتكلم ان احنا لا نصطدم ان الخلاف مش معناه اللي اختلف معايا مش اختلف مع الدين مش اختلف مع القرآن والسنة ده اختلف مع إنسان اللي خالف الإخوان خالف الإخوان مش خالف القرآن والسنة واللي خالف السلفيين خالف السلفيين يا اخوانا يجب ان ننتبه الى خطورة القضية لقد دخلت قلعة قايد باي من ايام فلقيت المسجد بتاعها فيه اربع اربع جناحة كده ايه ده 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 كل جناح لماذا من المذاهب اربع جماعات كل صلاة كانت بتقام كان بيصلى فيها اربع جماعات الحنبلة لهم جماعة والشافعية جماعة والملكية جماعة والحنفية جماعة احنا في جماعة كيف هذا يا اخواني التعصب الاندلس وهي بتقع كانت الدولة الاسلامية في الشرق في عز قوتها سابوهم ليه خلاف مذهبي وخلاف فكري لما التطار كانوا بيجتحوا شرق العالم الاسلامي كانت الدولة الاسلامية في الشام وفي مصر موجودة مراحوش اغاثوهم ليه خلاف مذهبي وخلاف فكري يعني للدرجة دي احنا ممزقين بصعب التعصب للدرجة دي امتى هنفهم يا اخواننا امريكا خمسين دولة حطوا ايدهم فيه ادباط وباسمهم الولايات المتحدة الامريكية تحت اسم واحد وعالم واحد اوروبا اتحدت بقت الاتحاد الاوروبي الدنيا كنا بتتوحد واحنا مش عارفين امت بعض للدرجة دي هنفضل ممزقين لحد امتى هيفضل كل واحد يعني بدل ما بقى عضو في مالتي ناشونال جروب انا بقى رئيس مجلس ادارة كشك سجاير احسان ليه اخوان ليه الواقع بتاعنا جزر كده ليه التفرق اللي احنا فيه ده ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا ديناهم وكانوا شيعا كل حزب ببلديهم فرحون اخوانا احنا قدام امر واقع لازم نعرف العلاقة اللي بيننا وبين بعض الدرس اللي انا هقوله النهاردة ده بالزبط ويندوز جديد يعني ايه ويندوز لما واحد مننا بيجيب كمبيوتر بنزل ويندوز ليه هيبدأ من خلال ويندوز يعمل تعريفات لكل حاجة يعرف الكمبيوتر على كل حاجة حوالي يعرفه على الموس يعرفه على الكايبورد يعرفه على السي بيو يعرفه على الهارد ديسك يعرفه على كل حاجة عشان الكمبيوتر رعف يتعامل معها لازم ينزل تعريفات عشان الكمبيوتر رعف يتعامل احنا اخوانا لازم نتعرف على كل حاجة في الواقع عشان نتعامل معها لازم نتعرف على كل حاجة في الواقع ايه السلافيين دول ايه الاخوان دول ايه الجماعات الاسلامية دي ده ويندوس بننزل ونتعرف به انما السلافيون والاخوان اخوة انما حازم صلاح ابو اسماعيل وخيرة الشطر اخوة ولو رفض الرافضون ولو تعصب المتعصبون إنما أقوى أداة حصر في اللغة كلها إنما المؤمنون إخوة هي دي العلاقة بينهم ومن بعض إحنا شوية طوب طوب الأخوة هي اللي سمنت اللي بيحول الطوب لجدار لو الأخوة راحت إحنا بقنا شوية طوب مرمي وخلاص لما الإخوان أراءهم انفراضية ملناش دعوة استغناء غيرهم أراء انفراضية استغناء طب وبعدين لازم نحط إيدنا في إيد بعض ولازم نعرف قيمة بعض فإن لم نعرف قيمة بعض على الأقل الكلمة اللي النبي عليه الصلاة والسلام قالها لما أرسل عمر بن العاص أمير وبعبايدة بن الجراح أمير في غاز وزات السلاسل قال لهم إيه قال لهم تطاوعة ولا تختلفة خلاص ده أمير وده أمير إنما بيعلمنا الموقف اللي احنا في الوقت عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة بيقول لنا أن هيجي مواقف في أميرين وده أمر واقع زي ما جينا الوقت في جماعتين وأمر واقع زي ما جينا الوقت في موقعين نت ويتو الله وإسلام وإيه مثلا وأمر واقع أو فرسان السنة أو باقي المواقع العظيمة ربنا يبارك فيها جميعا زي ما في جماعتين خيرتين كبار أمر واقع نتعامل مع بعض زي ما نولع في بعض نولع في بعض نعمل إيه نتعامل مع بعض زي في وسط هذا الواقع تطاوعة ولا تختلفة لازم تقبلوا بعض لازم تنصقوا مع بعض قضية إن الإخوان يرشعوا مرشح وحزم صلح أبو سماعي ليطلع مرشح ومين يطلع مرشح شخصيات عظيمة طبعا إحنا هنا يعني الناس هتختار مين دي شخصية عظيمة ودي شخصية عظيمة واللي اتنين من دم قلب الطرح الإسلامي واللي اتنين يعني لما قلنا باقي المرشحين كان الشيخ حزم صلح أبو سماعي ما لهش منازع من إن واحد بيطرح الطرح الإسلامي بتاع شراء الإسلامية طب بالوقت لو طلع مرشح تاني وبيطرح نفس الطرح الناس تعمل ايه طب حتى تطوع ولا تختلف طب حتى ننصك مع بعض طب حتى يبقى فيه تنصيق انما احنا عايشين جزر كده المهمة يا اخواني حتى لا نثير الهموم اكثر واكثر عايزين المرحلة الجاية لازم اوعى لسانك ده يبقى سبب لايقاط فتنة الفتنة تنائمة لعن الله من ايقظها لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الفتنة تنائمة اسباب الفرقة ما بين الامة موجودة بالسنايمة لعن الله من ايقظها لعن الله من ايقظها لعن الله من ايقظها والعياذ بالله لازم نفهم خطورة القضية اللي احنا متعامل معاها ان الامة دي امة واحدة انما التبليغ والاخوان والسلفيين والمشايخ جميعا اخوة الدعاء والعلماء والكل اخوة المسلمين جميعا اخوة المؤمنين جميعا اخوة ماذا لو غبت الاخوة يعني لا انسى ابدا تاجر مخدرات تاجر مخدرات هذه القصة اخديها ليه يعني لجميع خيانات الفصائل العمل الإسلامي تاجر مخدرات تائب كنت تاعد معاه من فترة وأنا بتكلم معاه فزعلان جدا من أن بعض إخوانه ما بيقفش معاه في أزماته أو في أحواله المختلفة فبيقول لنا لما كنت أيام ما كنت تاجر مخدرات كان لما حد مننا من تجار المخدرات ما بيلاقيش أكل يصرف على بيته فلوس يصرف بيه على بيته كان بيروح يسلم نفسه للبوليس قلت له ليه إزاي يعني قال لي لأن إخوانه في تجارة المخدرات لما يتسجن هيصرفه على بيته أحسن من وهو موجود فهو عشان يتصرف على بيته وعلى أولاده بيروح يسلم نفسه للبوليس عشان إخواته مش هيسبه شايفين الأخوة بين تجار المخدرات وبعض يا فصائل العمل الإسلامي شايفين الأخوة ما بين المفسدين في الأرض وبعض حتى لو ادفع دنيا وبس شايفين بيقفوا مع بعض إزاي شايفين تجار المخدرات ينصقوا مع بعض يا إخواننا يعني سبحان الله العظيم إلى أي مدى وصلنا سبحان الله إنما السلفيون والإخوان إخوة أنا بقول الكلمة دي بعد ساعات من إعلان الإخوان ترشحهم لأن الوقت إحنا على وشك فتنة هيحصل إيه دول هيتعصبوا الدول ودول هيتعصبوا المشكلة مش في المشايخ اللينا والمشايخ اللينا أو القينات اللينا والقينات اللينا لأن دايما القينات بتبقى وعية وبيبقى عندها نطج وبيقى عندها قدرة على التعامل المشكلة في الأتباع اللي بيقوموا مولعين لبعض الوقت هتلاقي حريقة على النت الوقت حريقة على الفيسبوك وعلى تويتر زينوتي هتلاقي حريقة وقامت دول بيتعصبوا لده ودول بيتعصبوا لده ودول بيتشاعلوا لده ودول بيتشاعلوا لده إن بارح كنتم بقول للإخواني بقول لهم يا جماعة احنا عادينا نتشاكل ده يبقى رئيس ولا ده يبقى رئيس وفي مؤامرات الوقت من أجل سرقة كرسي الرئاسة من الجميع أصلا احنا عادينا نتشاكل على حاجة لو اتوحدنا هنبقى بإذن الله قوة ضاربة بإذن الله وحده من أجل نولها ولكن سبحان الله العظيم لازم نتعامل مع الواقع يا إخواني الواقع الوقت إن فيه مرشحين رئاسة مرشح بيدعمه معظم الطيار السلفي ومرشح هيدعمه معظم الطيار الإخواني إلا الواقع اللي احنا عايشين فيه لو النبي عليه الصلاة والسلام الوقت موجود لو النبي طلع بين ظهرانينا الآن يا طرى النبي عليه الصلاة والسلام هيطلب مننا إن احنا نعمل إيه في موقف زي ده هيطلب مننا إن احنا نعمل إيه قضية إن أنا لما اختلف معك انسفك اتهم علمك واتهم نيتك ما ينفعش يا إخواني ما ينفعش نتعصب لحد ما ينفعش ده شخصية عظيمة وده شخصية عظيمة واللي هيكسب في بيتها يا إخواني طب أنا مختلف معنا وانا مختلف معنا والله ده أمر واقع وهيفضل يوم القيامة والحل إننا كل لما مختلف مع واحدة ولع فيه خلاص نولع في بعض ما والواقع يستراح بالمتعصبين ويخلص منهم استيقظوا أو موتوا ده أمر واقع دعنا نتفق أننا لابد أن نختلف دعنا نتفق أننا لابد أن نختلف ما فيش ده سنة من سنة ربنا اللي خلق عليها الكون دعنا نتفق أننا لابد أن نختلف دعونا نتفق أن الاختلاف قد يؤدي إلى التكامل في كثير من الأحيان لو أحسننا التعامل معاه دعونا نتفق أن المعركة مع الخطأ وليست مع المغطق أنا مش كل ما أخوها هيغلط غلطة هسنله السكينة أنا لو صابعي طلع في دمي مش هقطع صابعي ده حتة من جسمي ربنا بيقول فإنه مني أخوك ده حتة منك لما أخوك هيغلط هتقطعه يعني رقابت بلا واحد هتبعها يعني إيدي طلع فيها أي حاجة هقطعها يا أخوانا لازم نحرص على بعض حريصون عليكم لازم نبقى حرصين على بعض أنا عايز أقول لكم لأن الموضوع كبير جدا 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 أنا عايز أقول لكم ماذا لو غابت الإخوة ما بين السلفين والإخوان ما بين الإخوة السلفين وبعض ما بين الدعوات وبعض ما بين الإخوة اللي شغالين على فغور نت مختلفة وبعض ما بين الإخوة اللي شغالين في جماعات خيرية مختلفة وبعض ما بين أي واحد وأي واحد في هذا الطيار الإسلامي واخوه التاني ماذا لو غابت الإخوة رقم واحد هنبقى شوية طوب خلاص ما عدماش جدار هنبقى شوية طوب بعد الفتر اللي فات في الانتخابات في الانتخابات المجلس الشعب قلت لهم ما تخافوش قالوا لها ليه قالت لهم لأن الخلافات اللي بين الطائر الإسلامي وبعضه كفيلة لهم هيولعوا في بعض يسيبوهم وهم هيقضوا على بعض حسن مبارك من السجن بتاعه راهن على الخيار ده قال لهم سيبوهم وهم هيولعوا في بعض احنا هنشمت أعدال الإسلام فينا ولا هنبقى إخوة مع بعض وهنؤمن بالخلاف وهنحترم الخلاف واي حد من الاتنين هيكسب هيقبه في بيتها اخوانا هنؤمن بالخلاف ولا لأ ماذا لو غابت الاخوة اسمعوا الاحاديث الخطيرة ديت لان المشكلة الوقتي في سوريا ايه مشكلة سوريا ايه مصر الوقتي لو حاسين ان دول اخوانا لو التمانين مليون بتوع مصر حاسين ان سوريا دي اخوانهم تخيلوا هيحصل ايه تخيلوا يا جماعة تيجي تقول لي الناس تبرعوا لسوريا بيقولك اتبرع ليه ومصر اولي انا بيت اخويا مفوش اكل وانا خمسة حتى دخويا ده لحم ودمي دخويا في العقيدة السوريين اللي بيتقتلوا السوريا اللي بتختصب دي اختك والسوري اللي بيتدبح ده اخوك احنا حاسين بالربط ازمة المرور في مصر سبب ايه ملاقي بتعطل بالعربية على الطريق ساعتين وفي الاخر اترين واحد على الطريق السريع ركن مخالف ولا ركن عربيته في عرض الشارع ولا همه انانية لو احنا حاسين ان احنا اخوات بعض مش هنعمل كده سبب ازمة المرور في مصر الانانية وغياب الاحساس بالاخوة عند كثير من الناس سبب ازمة السلافين والاخوان ايه محدش يقول خلاف منهجي خلاف المنهجي لا يفسر الفضيحة اللي بتحصل ما بين السلافين والاخوان واقل ما تصف بيه انه فضيحة انا طريقي طريقك وهدفي هدفك ورسلت رسلتك وقضيتي قضيتك ازاي بحلقتنا كده فين يا اخوانا فين يا اخوانا تواصل الدعوات فين يا اخوانا نحن كن في كلية الطب بيدوني مادة اسمها Caracol Ethics Medical Ethics اخلاقيات الطبية الطبيب يتعامل مع الطبيب ازاي الطبيب يتعامل مع عرده ازاي فين يا اخوانا الإسكس بتاعة الطريق الديني مع بعضه الاثيكس اللي بين السلافين والاخوان واللي بين فصائل الدعوة وبعضاء الاخلاقيات فين فين تواصل الدعوات فين تعاون الدعوات اللي ربنا قلنا عليه وتعاونه على البر والتقوة فين وله هو الأخوة حجمت في أخويا إخواني اللي في دعوتي بس تشويه شوهنا عبد الأخوة لما حجمناها في أخواني اللي يشغلين معايا في دعوتي بس ماذا لو غابت الأخوة الآزمة اللي بين السلفين والإخوان أزمة أخوة أزمة انه ما فيش تواصل أزمة انه ما فيش في تواديهم و تعطفهم و ترحمهم طب أنا بقول لكل أخ سلفي و لكل أخ إخواني اتقوا الله الاكبر رأس هنا واكبر رؤوس هنا مش هما اللي انت هتقول لي يا رب اسألهم انا تعصبت ليه لو في حد بيدعوك للتعصب او حد بيقولك ملكش نوعه بخوك او حد بينهاك ولو ضبنيا انك انت ما تحبش اخوك وما تتواصلش معاه لازم نكسر حاجز التعصب ده لازم نفرض امر واقع على اي حد بيدعو للتعصب ان احنا اخوات وان احنا حبائب وان احنا مؤمنين ببعض انا برش حزب صلاح ابو اسماعيل ومش هزع لو خيرت الشطر كسب وانا برش حخيرت الشطر ومش هزع لو حزب صلاح ابو اسماعيل كسب انا رأي صواب يحتمل الخطأ وانت رأيك قد يكون خطأ ويحتمل الصواب نؤمن ببعض يبقى عندنا ثقافة خلاف آلية للخلاف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا يحل الامريء المسلم في صحيح ابي داود لا يحل الامريء المسلم لا يحل الامريء المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث حرام طيب ما اطلاق البصر لوحده ماشي في شارع حرام وان انا اقول حاجة حرام وان انا اسمع اللي اتفرج على كلب حرام ما كل دا حرام يعني خلاص حرام وربنا يغفر لا استنى لا يحل الامريء المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث النص التاني فمن هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار حديث صحيح في صحيح ابي داود يعني يعني ايه هجرته يعني واحد سلفي وبيبصل بتاع الاخوان اعوذ بالله اللي بيعمله مش عارف ايه ما بيرنكش عليه السلام واحد بيرشح مرشح رئاسة وقابل واحد بيرشح مرشح رئاسة تانية ما ليش داوا بيمنقش عليه السلام عارفين دول لو واحد منهم مات ثلاثة يام وبيلقش السلام على اخوه سوق خاتمة يترمي في النار قبل ما يدخل الجنة يترمي في النار فيه زنوب كده النبا عليه السلام قال عليها كده ان اللي يفعل مثلا الزم谫 فلانية لايقبل منه صرف ولا عدل القلماء قال لك يعني إيه لايقبل منه صرف ولا عدل قال لك يعني الزمب لا ملوش كفارة يعني ملوش كفارة قال لك يعني مهما عمل ملوش كفارة يعني ايه يعني اما ربنا يعفو من عنده بلا اسمان من العبد وإلى العبد يجب يتعذب بالنار بيه اهو النبي عليه الصلاة والسلام الف زمب هجر الاخ لاخوة ثلاثة ايام بس كده الف من هجر اخاه فوق ثلاثمات دخل النار والنبي لو قال دخل النار يبقى العزو بالله دخل النار قضية خطورة جدا اخوانا قضية من اكتر ما تكون قضية ان احنا علاقتنا مع بعض ايه لما ننزل ويندوز ايماني كده وتبص بقى لتعريف اخوك ده تعريف اخوك اللي في دعوة تانية تعريف اخوك يا اخوانا ازاي نفرق بيننا وبين بعض ازاي نمزق بيننا وبين بعض يا سيدي دعونا نتعدد وتعونا نتنوع ودعونا نختلف بس يبقى فيه آلية للخلاف بس يبقى فيه ثقافة خلاف بس يبقى فيه ثقافة في النقد بس يبقى فيه آلية للنصح بس يبقى فيه فيه تصور للعلاقة اللي بيننا وبين بعض والتعامل بيننا وبين بعض انما كده ده ربنا قال ولا تنازعه فتفشله وتذهب ريحكم الريح دي شوية نسمات ولكن اتوحدت في اتجاه واحد بقت ريح اهو احنا بنعمل كده احنا الريح دي بتتفكي شوية نسمات نسمة بتروح هنا ونسمة بتروح هنا ودنيا بتضيع تعالوا نخلينا كلنا في اتجاه واحد حتى لو احنا مش جماعة واحدة قال فئتين ايه دعواهما واحدة اللي اتنين عايزين الحق واللي اتنين عايزين الخير واللي اتنين عايزين عايز الاسلام طب لما نبقى دعواه الاخوان والسلافيون دعواهما واحدة ليه ليه يشدوا على بعض ليه يعني انا بقول الكلام ده كله من باب وقاية من اللي قد يحدث الايام القادمة ليه القضية بتاعتها سنواته على الفيسبوك يبدأ كل واحدة تعصب لفريقه والتعصب احنا ما عندناش يعني حل في الخلاف غير التنبح هتختلف معايا بقى انت لازم تتنبح يبقى انت بتفهمش حاجة يبقى انت من تشعرف حاجة في الدين يبقى انت بتفهمش يبقى انت هو عندنا الخلاف يعني كده الخلاف برا الخلاف يا اخوانا منظر يقطع القلب لما كان جون ماكين واوباما اللي اتنين بيتنافسه في رئاسة الامريكا انا مش بقول حزب صلاح ابو سبحان وخارة الشاطر انا بقولك جون ماكين واوباما اوباما اللي كان مسلم وسام الاسلام عشان ياخد مركز في امريكا اللي ارتد عن الاسلام عشان ياخد مركز في امريكا وجون ماكين اللي طول عمره بعرف الاسلام خالص اللي اتنين انا لا انسى ابدا لحظة اعلان النتيجة لما اوباما كسب وطلع اوباما يقول خطابه وبعدها طلع جون ماكين يقول خطابه واوباما بيقول خطابه بيتكلم على جون ماكين يتكلم على ذلك الانسان العظيم والامريكي الذي بيشكر في جون ماكين بعدها بسمع لخطاب بتاع جون ماكين هو مهزوم مهزوم في اتخابات الرئاسة الأمريكية وبيادعوا الشعب الأمريكي كله للالتفاف حول أوباما الالتفاف حول باراك أوباما من أجل مصلحة أمريكا الناس عندها فقه إخلاف وإحنا مش عارفين نبقى زي باراك أوباما وجون ماكين محنش عارفين معانا القرآن هم خدوا أخلاق القرآن وبقت أخلاقهم وإحنا عندنا القرآن ومش عارفين نتخلق بأخلاقه ومش عارفين ندرك قيمة بعض ده سيدنا زكريا النبي النبي مش مرشد الإخوان مش شيخ من المشايخ من المشايخ ولا علم من العلماء ولا دعاية من الدعاء السلفيين النبي زكريا عليه السلام بيقول يارثني ويرث من آل يعقوب هياخد مني ومن غيري وهيتعلم على إيدي وعلى إيد غيري وهيعرف الدين مني ومن غيري انفتاح طربوي انفتاح يا اخوانا وإحنا جايين نقول يارثني بس شعار كل جماعة أي يا أخ هينضم لي ما ياخدش غير مني وما يديش غير عندي بس أفلك نهو اللي بيدخل كانوا بيدخلوا سجن ممنوع الاقتراب أو التصوير إيه يا اخوانا ده فين ده في مناج الدين فين ده في مناج الإسلام ده احنا أكتر دين منفتح ده احنا دين احترم الآخر حتى الكفار يا اخوانا ده النبى عليه الصلاة والسلام استعانب ابن ورائقة الكافر في رحلة الهجرة واستعانب ابو طالب الكافر في النصرة ضد المشركين واستعانب خادم يهودي في خدمته عليه الصلاة والسلام واستعانب المطعم ابن عداء ابن عدي المشرك في دخوله مكة بعد طرده ورجوعه من الطائف عليه الصلاة والسلام يا اخوانا احنا جبنا الكلام لابنين يا اخوانا ده دننا أمر ان احنا يتعامل مع اليهود النبى عليه الصلاة والسلام اليهود يقول له السامو عليك يا محمد ويرقول يا عائشة ان الله لا يحب الفحش ولا تفحش ما يردش عليهم وعليكم يسحرولو لبيد بن الاعظم ويقول ان كانتوا الماثر على الناس شرن ويفضل الصرى قائمة يسموه عليه السلام ويعفو عن وضعكم الصم في الشاء ده بيحافظ على الصرى بينه ومن اليهود واحنا مش محافظين على الصرى بيننا وبين بعض احنا مش محافظين على الصرى بيننا وبين بعض ده ربنا قال على اهل الكتاب لا ينهاكم الله أن تبروه ما تقصطه إليهم طب احنا عايزين أنا حقي على كل إخواني اللهم يبروني يقصطوا إليهم يا سيني مش هقولك حبني مش هقولك طبق معي وحبونا من هجر إليهم مش هقولك طبق معي حقة محبتي للمتحبين فيه انت راجل زايد في منابر النور انت حر انت راجل زايد في ظل عرش الله انت حر ولكن أنا بقولك بريني وأقصط إلي عاملني كما يعمل أهل الكتاب عايزين يا إخواني الفترة الجاية كلنا كل واحد بيسمعني وكل واحدة بتسمعني نبقى دعاء إلى التسامح دعاء إلى ثقافة الخلاف دعاء إلى ثقافة التنوع دعاء إلى ثقافة قبول بعضنا البعض لازم كلنا نقبل بعض لازم يا إخواني نقبل بعض لازم يبقى فيه قبول بنا وبين بعض تعرفين يا جماعة إسلام عامل زي إيه يعني مثلا هديها مثلا في القاهرة فيه خريطة للدين خريطة للإسلام يعني على سبيل المثال مثلا خريطة القاهرة لازم يتحط فيها كل حاجة في القاهرة لازم يتحط فيها رمسيس ويتحط فيها عبود ويتحط فيها مدان التحرير طيب ولازم كل حاجة تتحط تتحط في مكانها ما حطش رمسيس في جنوب القاهرة وعبود في شرق القاهرة لا يبقى كل حاجة في مكانها ولازم كل حاجة تتحط بحجمها ما جيبش رمسيس واخليها نص القاهرة ما جيبش متان التحرير واخليه القاهرة كله يبقى لازم كل يا اخوانا فيه خريطة للإسلام فيه خريطة للدين لازم نعرف موقع كل حاجة في الدين ما انفعش ان انا ايس الاخوية علي انا المودل بتاع الدين اللي يقرب من النموذج بتاعي بقرب من الدين واللي بعد عن النموذج بتاعي بعد عن الدين دين ربنا واسع وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دول جاهلة اللي بيقولوا كده اللي بيقيس الدين على نفسه للأسف وقال بعض الإخوان ليس السلافيون على شيء وقال بعض السلافيين ليس الإخوان على شيء وهم يتلون الكتاب ما القرآن هو بيقولك إن ده على حقه ده على حقه وإن كاننا أخطاء وإخواننا وهم يتلون الكتاب لما يتالك إن ندينا عند الله الإخوان إن ندينا عند الله إن ندينا عند الله الإسلام اللي بيسعدون وبيسعدون اللي بيجمع دول وبيجمع دول لازم كل واحد قدام الوقت يعرف إن ده أخداه إن السلافي والإخوان إخوة ان حزم صلاح ابو اسماعيل وخيرات الشاطر واي المكان ومرشد الاخوان ومكتب الارشاد اخوة اخوة ده دين ربنا اللي معندوش ده عنده خلل في العقيدة مش خلل في تصور خلل في العقيدة بعد كده بقى والله انا مايل للشيخ حزم صلاح ابو اسماعيل شايف انه راجل عنده رؤية وشايف انه راجل عنده فقل الشريعة وفقل الواقع ربنا يبارك فيك اتفضل وانا راجل مايل لخيرات الشاطر شاهد أن أدار دعوة عالمية يقدر يدير دولة من باب أولى اتفضل ربنا يعينك وربنا يبرك فيك أنا شايف أنه يا إخوانا نقبل بعض أنا مش متكلم في مرشح بيقول لك أنا مليش دعوا بالطياري الإسلامي وأنا مليش دعوا بالأيدولوجيا الإسلامية أنا بكلم لك في اتنين بيقول لك الشريع الإسلامي خلاص يبقى لازم نقبل بعض ولازم نؤمن ببعض ولازم نحترم وجهة نظر بعض في آلية تطبيق الشارع الإسلامي أنا مؤمن إن العمرة دي لازم تتبنى وإنت مؤمن إن العمرة دي لازم تتبنى ولكن أنا حطت خطة لابناء غير الخطة اللي أنت حطتها بس أنا وإنت هدفنا نفس العمرة بنفس التفاصيل إحنا لاتنين ولكن أنا قلت هنحفر الأول وبعنا كان يرمي الساس الأول وبعنا كان مشاه repente Con I وإنت قلت لأ هنشيل مش عارف إيه الأول كل واحده له طريقة بقى كل واحده له طريقة والله في طيارة وفي قطر يمشي على شرطين وفي طيارة بتيجي كده وفي الاخر بتوصل الهنفها كل واحد بيوصل بالوسيلة بتاعته وكل واحد يا اخي باللي تحكم بين الناس بما اراك الله كل واحد ربنا اراه طريق معين البيت اربع جوانب لا يمكن انسان يشوف الاربع في وقت واحد لازم واحد يشوف جانب واحد جانب واحد جانب واحد جانب عمرنا ما هنحوط فهما بالدين غير لما تتكامل رؤانا مع بعض الواحد مؤمن باخوانه والله يا اخواني الواحد مؤمن بكل دعوة موجودة على الواقع على السنة والله العظيم يعلم الله ان الواحد كان بيطوف حولين الكعبة وكنت طوف من فوق مش من تحت من الصحنة عشان الطواف يبقى طويل واحد يعرف يدعي والله ما كان الدموعي بتنهمر وانا بدعي لنفسي زي ما دموعي بتنهمر وانا بدعي للدعوات الاخرى ولما بدعوا لكل الدعاء الاخرين يا اخواننا لازم نؤمن بقيمة بعض ونؤمن بان احنا لوحدنا مش هنقدر ما فيش حد الواحد وهيقدر الصخرة فتحت على ايدي تلاتة مش على ايد واحد بس ماذا لو غابت الاخوة ماذا لو غابت الاخوة لا يحل الامريء المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث طب يا رسول الله من هجر اخاه فوق ثلاث فمات دخل النار طب شوف الحديث الثاني الخاطر ده في صحيح ابو داود برضو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هجر اخاه سنة فهو كسف كدمه يعني ايه يعني لو سنة ما بتلقوش السلام على اخوك سنة ما بتلقوش السلام على اخوك يوم الايامة تتحسب انك قتلته يا رب انا ما قتلتوش الميزان محطوط فيه في كافة السيئات ان انا قتلته ليه دا حتى مات على سريره انت دبحته لما اطعت منك وبينه احنا منتبح بعض لما بتقع بنا وبين بعض المؤمن مرآته اخيه ده احنا مرآت بعض يا اخوان احنا شايفين كسلفين في الاخوان حاجات لو قعدوا خمسين سنة مش هيشوفوها لان انا ما بصوا من بره شايف وهو شايف فيي حاجات لو قعدت خمسين سنة مش هيشوفها طب ما حقت محبتي للمتنصحين فيه ما نقبل نصحة بعض الوجه الله لوجه الله عشان ربنا سبحانه وتعالى انما التعاصم اللي يعمينا عن تقدير قيمة بعض من هاجر اخاه سنة فهو كسف كدمه يا نهار ابيض مصيبة طب شوفوا الحديث الخطر ده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ماشي جميل جدا كلام منطقي جدا ولا تؤمنوا حتى تحبوا يا نهار ابيض يعني ما فيش جنة لو ما فيش حب ما فيش جنة لو ما فيش حب في الله ما فيش جنة لو ما فيش تقدير لقيمة اخوك يا اخوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابي داود فساده ذات البين الحالقة يعني الحالقة يعني شفت ما كان زيره واحد جاب على شعره زيره ما سبتش حاجة يعني ما كان زيره حلق الدن ما عادش هيبقى لا هنا دين ولا هنا دين اصلا لا هنا دين ولا هنا دين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده فيه كارثة تانية ده فيه كارثة تانية النبي عليه الصلاة والسلام ودي اخطر نقطة الواحد جاي يتكلم عنها إنما عليه الصلاة والسلام جاي فرحان ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي بموعي ليلة القدر إنما عليه الصلاة والسلام جاي فرحان داخل على الصحابة فرحان يقول لهم ليلة الأدري إمتى لا اتنين صحابة بيتشكلهم اتنين صحابة بيتلاحوا فإذا بليلة القدر ترفع فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رفع ليلة القدر عن الأمة جمعاء عشان اتنين حصل بينهم خلافه فما بالك لو جماعتين حصل لو دعوتين حصل بينهم خلاف هو ما فيه يا جماعة واحدة جماعة الإسلام جاعة واحدة لو دعوتين حصل بينهم خلاف يعني عايز أقول لك إيه عايز أقول لك يا أيها السلافيون وإيها الإخوان إن معنا رفع ليلة الأدر يعني رفع الملايكة يعني رفع الفتوحات والعطاءات دلالة القادر يعني حتى من قادر المقادير وتنزل الفتوحات وإن ربنا يكتب لنا الفتوحات يعني يا أخوان لو احنا كنت يعني في بعض مشكلة كده مع واحد من اخواني من فترة يعني حصل سوء تفاهم كده فاروحت وبدأت صالح فيه وبصراسه يعني فبقوله حبيب قلبي احنا لو اختلفنا وانت مشيت من هنا وانا مشيت من هنا لربنا هيفتح علي ولا عليك يا عم انا هزل نفسي اذلة على المؤمنين مش عشان اخويا عشان مخسرش فتح ربنا لان الخلاف اللي بين السلفين والاخوان هيسبب منع الفتح عن السلفين والاخوان يا اخواننا ده ليلة القدر رفعت بسبب مشكلة من اتنين ايه الخير اللي بعد ليلة القدر هينزل والمشاكل موجود ايه لا ينزل يعني لما نقطع في بعض ده ربنا ينقطنا احنا الاتنين ده ربنا يغضب علينا احنا الاتنين وده بيقول القرآن والسنة وده بيقول الثانية وده بيقول الشرعة الاسلامية يعني انت بقى بترشح مين يا عم أنا القضية الوقت الناس بتفكر في قصة يا أخواننا ليبيا الوقت تشاءت نصين الشرق والغرب نصين والشرق تشاء نصين المجاهدين اللي بقاهم سلاح والحكومة يعني الغرب ما عادش بيخاف منه ما عادش بيخاف منه يا جنات والثورات والحركات بسيطة سيبهم يهيجوا احنا مش هما قطر احنا هنجي نحط لهم حتة تحويلة كده في مجرى القطر ثم حولانكم يا بشاسر عرفات كان رئيس حركة جهدية كفاحية حركة ثورية وفي الاخر مات بعد ما عمل ايه وبعد ما ولا اليهودي ازاي وبعد ما خاني القضية ازاي يا أخواننا الناس دي ما عادتش بيخاف من حركات ثورية سوريا الوقت ايه فكركوا انهم ما يخافوا من حركة يقولك سلحوا سوريا سلحوها ازاي سلحوها عشان لما يقضوا على بشار يولعوه في مقاط بالاسلحة اللي في ديهم سلحوهم ولو حتى في السر عشان يولعوه في مقاط لكن الناس دي عارفت ضييعنا ازاي افغانستان وادهم فلوس وادهم اسلحة عشان يطردوا الروس طب ازاي ده مارت مارت مين يا عم ادهم اسلحة بس ده لكل مجموعة اسلحة غير التانية وفرقوا المجموعات بحيث ان اول ما الروس يمشوا يولعوه اما كمان فباق ما عادوش بيخاف جميع حركات التحرر الشعبية في الخمسينات والاربعينات والستينات في الدول العربية كلها كانت حركات تحرر اسلامية وكل الحكومات اللي مسكت حكومات علمانية طب ازاي الشعب كله ايم عشان القرآن وعشان الاسلام باسم الدين والثورة خارجة من المساجد وفي النهاية جميع الانظمة جات علمانية طب ازاي هم الغرب زي ما بقولوكم وما بيخافش من حركات الصورات الشعبية وحركات التحرر والحركات الجهادية وما عادش بيخاف منها بيقولك ده عطري جاي علي هاجم علي وانا واقفلك اين هو وهو جاي علي هقوم عمل له حتة التحويلة هيقوم متحول في المجرى بتاعه بقى ايه خلاص قطع تيراني هايج واعمل له بتاع كيلوات هيقوم حول عني اخواننا ليه لانا دايما بيرهنوا على فرقتنا دايما بيرهنوا ان احنا مش حاجة واحدة دايما بيرهنوا ان احنا مش هنبقى حاجة واحدة دايما بيرهنوا ان احنا نبقى مجموعات كل مجموعة عايزة تمسك الكرسي وعايزة توصل بنفسها دايما بيرهنوا على ان احنا مش متجردين دايماً بيراهنوا على إن إحنا مش هنحط إيدنا في إيد بعض دايماً بيراهنوا على إن إحنا مش هنؤمن ببعض دايماً بيراهنوا على إن إحنا مش هنحترم بعض عايزين نؤمن ببعض كفاية السمار الحنظل اللي دفعناها طول تاريخنا بسبب التعصب الديني تاريخنا مش مليان تعصب ديني تاريخنا مليان شرف من العلماء ولكن المشكلة إن واحد متعصب ممكن يضيع أم كاملة دي المصيبة التعصب ده كارسة يا اخوانا كنت لسه بكلم اخواني بقولهم انتو عارفين السرطان السرطان ده مش مرض اخوانا يعني ايه يعني فيروس دخل في الكب ده مثلا بوص خلايا فيك مكتريا دخلت في الكلا بواصت خلايا ده مرض السرطان الخلايا بتاعته خلايا سليمة تماما يعني مش خلايا مريضة في الاول تبقى خلايا سليمة خالص لحد ما بتبقى بس احتياجاتها تجبر خلايا سليمة اللي حصل الجسم ده عمل جماعي جسم الانسان ده عمل جماعي كل عضو في كل جزء فيه له دور ولو وظيفة وبيتكاملوا مع بعض فهذا الوظيفة لما خالية بتخرج عن العمل ده وتشتغل بدمغها وبتفترك لوحدة وده السرطان وتبدأ تتقسل لوحدة بتدمر الجسم كله الفرقة بتدمر كل حاجة التعصب بيدمر كل حاجة ده حتى في سنة ربنا في القلق بيدمر كل حاجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض اعمال العباد مرتين كل جمعة يوم الاثنين ويوم الخبيث انه مع السلام بيقولك ان اعمالك بترفع على الله مرتين في الاسبوع يوم لتنين ويوم الخبيث فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبدا بينه وبين اخيه شحناء فيقال اتركوا هذين اتركوا هذين حتى يفيئة المغفرة الاسبوعية ضاعت يعني تخيل بقى لما طب الاخوان والسلفين بقى بتشكلين لاؤل يتغفلهم لاؤل يتغفلهم انتو مستبعدين ليه هو ده مش كلام القرآن والسنة جماعة اتركوا بقى الاخوان والسلفين حتى يا فيئة بقى واللي متعصم طبعا في نمازك فزة في التسامح هنا ونمازك فزة في التسامح هنا انتركوا هذيني حتى يا فيئة تقدر تستحمل الكلمة دي عليك اتقل الله ما تقولش كلمة تهدم بها اخوك ما تقولش كلمة تهدم بها اختك ما تقولش كلمة تهدم بها دعوة غيرك انت بتهد في الدين ما هو انقيم الدين الدين عامل زي الستوديو اللي انا فيه ده ادي جدار و ادي جدار و ادي سقف و ادي جدار و ادي جدار انا بابني بالجدار ده السلفين بيبنوا في الجدار ده والاخوان بيبنوا في الجدار ده ام واحد ام جاي هادم لي وحطيت هادم لي حتا من جدارش انت بتهدئ حتا من جداري والله العظيم لانا مورك يالله رجالة نطلع ننسف له الجدار بتاعه هو غضب طب والله انا جاي بقى شاق لكم الجدار بتاعكم احنا اللي between قاعدين نهد في الدين اصلا احنا مش بنهد في بعض احنا بنهد في الاسلام ده جريمة يا اخواني ده جريمة ان الواحد يهيد عشان كنا التعصم ده جريمة الهدم المتبادل ده جريمة مغفرة اسبوعية تركه هذين حتى يا فتى تستحميلها تتقال عليكي طب شوف بقى الحديث بتاع ليلة النصف من شعبان يخفر لكل عبد المؤمن المشرك أو مشاحن يخفر لكل عبد ليلة النصف من شعبان اللي قال مغفرة السنوية يعني من يوم ما بلغت الحد ما هتموت هيترفع لك 30 صحيفة كل صحيفة بسنة أو 40 صحيفة هما دول اللي هتطيرهم ساعة تطير الصحف دول اللي هتدخل تتوازن بيهم على الميزان دول اللي هتدخل تتوازن بيهم على الله تخيل بقى صحيفة من 30 دول قبل ما ترفع فرصة ان هي تتنظف وتتطهر لو مشاحن منك ومن واحد خلاص تحرب من المغفرة السنوية يعني اي مشكلة من اتنين حرمان من المغفرة الاسبوعية ياد الكارسة حرمان من المغفرة السنوية ياد الكارسة رفع ليلة الأدريالة المصيبة لان لما اتنين اتحرمهم من المغفرة الاسبوعية والسنوية هم احرار بقى هم احرار ولكن لما ليلة الأدري ترفعت ترفعت عننا كلنا عشان كده انادي عقلاء الاخوان والسلفيين انادي العقلاء من مرشحي من الذين يبايعون حزم صلاح اب اسماعيل والعقلاء من من سيرشحون مرشح الاخوان المسلمين انادي العقلاء من هنا ومن هنا ومش معنى كده انا اخ صغير للجميع ولكن يعني نوعا لازم لازم ينصح يقولوا فلا نصح مش معنان لازم تقوم الكبير للصغير عادي نصح من صغير الكبير ده دينا يسعى من ذماتهم ادناهم انادي العقلاء من الطرفين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خطوة احب الى الله من خطوة تصل بها صف يعني ده صف الصلاة وصف الدعوة اولى يعني مشوار مصلحة ما بين حد من هنا وحد من هنا حاولوا يا اخوانا طب ما الاتنين يرشحها ما الاتنين واحد يبقى رئيس جمهورية واحد نابرس جمهورية يا عم انت بتحلم يا عم بس اي من احلم ايه المشكلة محلم يا عم باناش احلم خلاص يا سين اللي يكسب يا اخوانا انادي العقلاء الذين يجلسون على الفيسبوك ما تولعوهاش ما تولعوهاش الكلام اللي احنا قلناه الليلة ده لما يجي حد يولحها على النت تقولوله اتقي انه يتقال عليك اترك هذين حتى يفيئة اتقي غضب الله اتقي ان ليلة القدر ترفع بسببك اتقي ان ربنا يحمك من المغفرة السنوية والاسبوعية اتقي ان احنا نبقى شوائي الطوب خلاص مرمي الغرب ما يخافش مننا اتقي الله ما مزقش الصف بتاعنا غير غياب الاخوة في الله اتقي انك لو مدت كده تبقى سوء خاتمة ناخل النار اتقي انك يوم الاما تلاقي سواب دبح كل اللي انت اهدمتهم في مزانك اتقي لا تؤمنوا حتى تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا اتقي انك تحرم من دخول الجنة بسبب التعصب اتقي ان فززت البين الحلقة ان ربنا يحلق دينك كله دينك يحلق تماما ينزع دينك من قلبك تماما بسبب التعصب اتقل لا التعصب بيدمر الامة كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسن ابن عليه ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين مرت الايام مت النبع عليه الصلاة والسلام الحسن ابن عليه بقى الخليفة حصل المشكلة من الحسن ومعاوية سنة واحد واربعين سماه العلماء عام الجماعة الحسن يتنازل عن الخلافة وليس عن رئاسة جمهورية مصر العربية الحسن ابن عليه يتنازل عن خلافة النبي صلى الله عليه وسلم في الكرة الارضية الحسن ابن عليه يتنازل عن الخلافة الاسلامية كلها ويتحول لمسلم عادي ويسيبها لمعاوية وهو يعلم انه افضل من معاوية والامة كلها تعلم ان الحسن افضل من معاوية ومعاوية يعلم ان الحسن افضل منه ومن يناصرون معاوية يعلمون ان الحسن افضل منه والحسن يتنازل عن الخلافة المعاوية ايه يعني لو اللي مسك الرئاسة هو مفضول مش الفاضل بس بقنا وعلا ايها الاخوان المسلمين مش انتم اللي طول همركم بتقولوا انك تمع على نصف الحق خير من أن نفترق على الحق كله طب ها قدامنا ها تعالوا يا إخواننا نجتمع على نصف الحق مرشح الإخوان يبقى نصف الحق ونجتمع عليه ياسين مرشح السلفين نصف الحق ياسين إحنا قابلين نصف الحق بس نجتمع إن شاء الله بعدها ربنا يكملنا الحق بتاعنا الحسن النبي يسمى سيد لأنه ترك الكرسي الخلافة للناس بتعتبر السيادة عشان بدل مفرض ياسود الدين ياسود وبالقرار اللي خده الحسن من عليه بعد عشر سنين انقطاع للفتحات الإسلامية رجعت الفتحات من الأرض تاني ورجعت الجيش الإسلامية تخرج في العالم تاني يا جماعة ايه القضية يا إخواننا دا دين يا إخواننا ننزل تحت الطراب وهتتعفن الأجساد وهنحشر حفاعه راه محدش هيتسأل انت كنت سلف والإخوان مفيش بابل الجنة للسلفين وبابل الإخوان يا إخواننا كل ده يدوب وهيضع وهينتهي ولن يبقى إلى العمل الصالح اللي بتغي بيواجه الله من كان يعبد الإخوان فإن الإخوان يموتون ومن كان يعبد الله فإن الله حيقول لا يموت ومن كان يعبد الشيوخ فإن الشيوخ يموتون ومن كان يعبد الله فإن الله حيقول لا يموت يا أخوانا ده النبع عليه الصلاة والسلام أخبرنا ان اللي يسد ثغرف صف في الصلاة له ايه له بيت في الجنة ليه يا رسول الله ده صف وفي حتة باينة مش حاجة يعني خالص ماش حاجة يعني ده حدد باينة امتي طالع قدامه امتي سنده عشان النبع عليه الصلاة والسلام يعرفنا قدي ايه عند ربنا قيمة انك توصل صف قدي ايه عند ربنا قيمة ان المسلمين يبقوا جنب بعض ونتمسين مع بعض عشان النبع سامي يعرفنا وان كان هذا في صف الصلاة فهو في صف الدعوة اولى فهو في صف العمل لدين الله اولى اخوانا اول حاجة حرام التعصب التعصب هيحرمك وهيحرمك من المغفرة التعصب هيخليك مقيت عند الله لما كان مبارح مرشح بيقول شارعه اسلامية ومرشحين بيقوله ايدولوجيات غير اسلامية اقولنا لا احنا هنا مفيش اصلا تنوع عشان نختلف النهاردة بقى فيه اتنين بيقولوا شارعه اسلامية دعوهما واحدة هنمزق الدنيا خلاص في بيتها يعني محد الشرطة هتنازل بقى خلاص يعني هنتعمل معامر وقع لحد ما ربنا يزح عننا الغمة دي والفضايح اللي بنتفضاحها قدام العالم دي كلها تروح وربنا بتعز فينا من ينشر التسامح بجد وينشر الإيمان ببعض وينشر ثقافة الخلاف وينشر تواصل الدعوات وتعاون الدعوات ويعني يعني يعني سبحان الله احيان الواحد بيشوف مشاكل ما بين بعض الملتزمين وبعض الشباب اللي قعد على القهوة مفيش بينه وبين بعض المشاكل دي احيان الواحد بيشوف بعض المشاكل ما بين الدعوات وبعض الشباب اللي قعد على القهوة مفيش بينه وبين بعض المشاكل دي للأسف للأسف الشديد يا إخواني للأسف الواقع مرير مرير ولكن لازم نصبر لوجه الله الغمة ديها تنزاح سيدنا زكريا لما لقى الواقع برضو كله جماعة نسخة نسخة من الجماعات الموجودة لما قال رب هبلي من لدونك والية في أول سورة مريم لما بحثت تاريخيا في كتب تاريخية عن الفترة اللي لقيتها نسخة جماعة سياسية بتقولك الدين هيرجع بالسياسة وجماعة بتقولك الدين العبادة والتصاومة وجماعة بتنسخة سيدنا زكرياء قال ايه الهبلي من لدونك والية انا عايز واحد قائد ليه لان المتعاصبين ما ينفعوش قادة لا يمكن المتعاصبين ينفعوا صف يطلع قائد من عند ربنا يوحدهم خلاص ولكن المتعاصبين عمرهم ما ينفعوا قادة ابدا عمرهم ما يقدروا يقودوا ابدا ابدا اللي مش قادر يحتوى اخوه هيقدر يقود امه ازاي التعاصب هيضمرنا وهيضيعنا وهيخصرنا وهيخلينا شوي طوب وهيرجع ايام ما كان الازهر بتصلى فيه اربع جماعات معلد المزام الاسلامية وهيرجع لما شرق اندلوس ضاعت والتطار خدوا شرق العالم الاسلامي ومحدش اغاثهم عشان الخلافات المزهبية والخلافات الفكرية اللي مبيني الامة وبعضها تعاصب ضيعنا ودفعنا دم قلبنا وعطل مسيرة الاسلام في العالم كان زمان افريقيا كلها مسلمين ادن ربنا بيرفع في كل بلد والله يا اخوان الواحد لا يبكي دم قدر ما بيبكي دم كل ما بيفتكر التعاصب خصرنا طول التاريخ ايه والحكام الفشرة خصرنا طول التاريخ ايه لا يوجد فيروسين دمروا الامة دي قد فيروس الحكام الظلمة اللي سخروا امكانيات الدولة مش لنشر الدين ولكن لتثبيت عرشهم وقد اللي ربنا اداله دين ولا اداله علمه وسخروا في التعاصب وسخروا في اثارة قضايا الخلاف مفيش اتنين دمروا الامة قد دول مفيش اتنين ضيعوا الامة مفيش اتنين رفعت ليالي القدر عن الامة بسببهم قد دول مفيش اتنين اتحرمت الامة من المغفرة سنويا واسموهين بسببهم قد دول مفيش اتنين اتحلق دين الامة بسببهم قد دول مفيش اتنين الامة دي ضاعت والاسلام اتعطل انتشاره في الدنيا كلها بسببهم قد دول لازم نحارب التعصب حارب التعصب ده صغر زي الدعوة ما يصغر نشر التقالف والتسبح ده صغر زي الدعوة ما يصغر زي الجهاد ما هو صغر ان احنا نؤمن ان احنا حاجة واحدة ونتربط ونتواصل يعني دي نقطة صغيرة من الكلام اللي أنا أردت أن أقوله يعني فعلا كنت إياه كلام عن سوريا وعن سوريا تستغيث وعن قضية سوريا ولكن الواحد حاسه يعني خطر الواحد شاف خطر يا إخوانا ولازم كلنا نواجه الخطر ده ولازم كلنا نتحول إلى دعاء للتسامح ودعاء لقبول بعض أياً ما كانت النتيجة بقى خلاص أياً ما كانت النتيجة واللي أتعصى من الله أنت هتضيعنا كلنا أنت مش بتضيع نفسك أنت مش بتضيع أخرتك أنت بتضيعنا كلنا اتقلنا إن شاء الله لعلنا نكمل يعني قريباً يعني بإذن الله سبحانه تعالى لعلنا نكمل قضية ملف الأخوة وملف الحب في الله وملف إن كلنا واحد وملف لوحدك مش هتقدر يعني الملف ده يمكن بقى إيه نحاول نركز عليه الفترة الجاية اللهم أقلف بين قلوبنا على طاعتك اللهم أقلف بين قلوبنا على طاعتك اللهم أنصر كل من قام ينصر شرعك اللهم أقلف بين قلوبنا على أطقى قلب رجل مننا اللهم أقلف بين قلوب السلفيين والإخوان على أطقى قلب رجل منهم اللهم أخرج شياطين الإنس والجن من بيننا اللهم أخرج شياطين الإنس والجن من بيننا اللهم أنر بصائرنا اللهم قوّف رضاك عزائمنا اللهم أسنل سخائم صدورنا اللهم أسنل الحقد والحسن من قلوبنا وصدورنا اللهم ارزقنا حب بعضنا فيك يا رب العالمين اللهم ارزقنا الحب في الله اللهم ارزقنا الحب الصادق لإخواننا فيك يا رب اجعلنا ممن ترضى عنهم اهدنا ويسر الهدى إلينا اللهم استعملنا لنصرة دينك في الأرض اللهم ارزق مصر حاكما مسلما تقيا مؤمنا يطبق فينا شرعك وتؤيده بمددك يا رب اللهم ارزق مصر حاكما مؤمنا تقيا يطبق فينا شرعك ويطبق فينا العدل وتمده بمدد من عندك يا رب اللهم اخرج الفتنة من بيننا اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نجينا من الفتن اللهم نجينا من الفتن اللهم ابتعث فينا من ينورون لنا طريقنا إليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وانصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين إنك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحملك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير اللهم بحملك شكرا